مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها كان القرار الأول الذي اتخذه الرئيس السن لتحديد الكتلة الأكبر بعد أن تقدمت كتلتان عقب أداء النواب الجدد اليمين الدستوري بطلب رسمي عن تمكنهما من تشكيل الكتلة الأكبر وفق الإجراءات الدستورية وهما كتلة الإصلاح والإعمار بزعامة اتلافي سائرون والناصر وكتلة البناء بقيادة الفتح ودولة القانون لترفع الجلسة لساعة واحدة لغراض المداولة أنا حلتها للكتلة الأكبر حلتها للاتحادية ما عندي أي بتبيني ما أقدر أبيت بيها لا لا غير مرفوعة مستمر الجلسة ممثل سائرون قدم مقترح تزيير كتلة نواة بابل وذكره أن العدد 188 لكن ما يلاحظ أن التواقيح هو باسم رؤساء القوائم وليس النواب تحالف الفتح ومن معه قدم ودعا أن هذا الطلب مشفوع بتواقيح حية للنواب ودعا أن عدد أعضاء هذا التحالف هو 145 إجمع 145 زاد 180 سلطة 125 الخلاف بين الكتلتين التي تدعين تمكنهما من تشكيل الكتلة الأكبر كان واضحا داخل الجلسة حيث أكدت مصادر نيابية انسحاب كتلة الفتح ودولة القانون من الجلسة للإخلال بالنصاب القانوني فيما أكدت الأخيرة أحقيتها بتشكيل الكتلة الأكبر بعد جمعها مقاعد تجاوزت النسبة المطلوبة نحن الكتل السياسية أكثر من 20 كتلة سياسية أعلننا تحالف الكتلة الأكبر تحت عنوان الإصلاح والإعمار ما يفوق أكثر من 180 نائب 153 نائبا من مختلف الكتل قد وقعوا بتوقيع حي وليس اعتمادا على توقيع رئيس الكتلة أو رئيس القائمة باعتبار أن النائب وفقا للدستور وبعد أدائه لليمين الدستورية يكون حرا في اختياره وبعد استئناف الجلسة فتح الرئيس السن باب الترشيح لتسمية رئيس مجلس النواب حيث جرى تقديم أسماء ستة شخصيات سنية لهذا المنصب وهم طلال الزوبعي وأسامة النجيفي وأحمد الجبوري ومحمد تميم ورشيد العزاوي ومحمد الحلبوسي وبسبب عدم توفر النصاب القانوني أبقى الرئيس السن الجلسة مفتوحة إلى يوم غد أما موقف الكتلة الكردستانية فهي بانتظار الأطراف التي ستتعاطى بإيجابية مع مطالبهم المعلنة هناك ورقة عمل مشتركة بين حزب الديمقراط الكردستاني وبين الاتحاد الوطن الكردستاني فهم لديهم 48 مقعد لديهم حسم الأمور لذلك لديهم هذه الورقة العمل فمن أي كتلتين يوافق على هذه الورقة فستكون القوى الكردستانية مع تلك الكتلة وإلى حين حسم المحكمة الاتحادية الجدل حول هوية الكتلة الأكبر فإن المفاوضات ستستأنف لإقناع القوى الكردستانية وقد تغير نتائج هذه الحوارات من ترتيب الاتلافات التي طرحت بعنوان الكتلة الأكبر بحسب البعض من داخل مجلس النواب محمود فؤاد الحرة مغداد ترجمة نانسي قنقر